ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله تم نشره عبر وسائط التواصل الاجتماعي وهم مدججين بالأسلحة البيضاء في حي العرفان اثنان يوم الأحد الماضي بعدد من التهم وهي جناية تكوين عصابة إجرامية والصرقة الموصوفة والضرب والجرح بواسطة السلاح والتهديد والعنف ضد الأصول والتهديد في حق الأصول والمشاركة في ذلك والسهلاك المخدرات والسكر العلاني البين والتغرير والهتك والاستدراج وقضت المحكمة بعشر سنوات سجنا لكل فرض من هذه العصابة الإجرامية وهم ثلاثة أشخاص وبالتالي فإن مجموعة الأحكام كان هو ثلاثين سنة بعدما اقتنعت هيئة المحكمة بتورطهم في أفعال إجرامية خطيرة حيث ظهروا في فيديو وهم يقومون بذلك بشكل علني وكانت مصادر إعلامية قد أكدت أن أحد المرة وهو شاب أصيب بجرح خطير على مستوى الرأس نتيجة الاعتداء من طرف هذه العصابة التي ينحذر أفرادها من فاس ترجمة نانسي قنقر